بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع مدارس الأندرس التعليمي مدرسة الأندرس الابتدائية الخاصة للبنين قسم الدراسات الاجتماعية يقدم لطلاب الصف الرابع الابتدائي المراجعة على الوحدة الثانية والثالثة عدد وتقديم أستاذ رمضان حسن عم ثم نأتي لدرس أسرة آل ثاني درس أسرة آل ثاني أولا أسباب هجرة أسرة آل ثاني أولا بحثا عن موارد المياه وأماكن الراعي ثانيا سوء الأحوال الاقتصادية عزيز الطالب تتبع معي خط سير أسرة آل ثاني واستخرج من الخريطة محطات سير أسرة آل ثاني من منطقة الوشم وحتى استقرارهم في الدوحة هيا بنا يا أبطال كما نرى أول محطة لدينا استقرت فيها أسرة آل ثاني الوشم ثم منطقة جبرين يبقى أول محطة الوشم ثاني محطة جبرين ثالث محطة منطقة سلوى ثم الرويس ثم الزبارة أحسنتم فويرت واستقر بهم المقام في مدينة الدوحة في مدينة الدوحة هيا بنا يا عزيز الطالب نكتشف خط الترتيب الزمني لحكام أسرة آل ثاني من الأقدم إلى الأحدث من هذا يا أبطال أحسنتم الشيخ محمد بن ثاني وهذا رائعون الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني من هذا ممتاز الشيخ عبد الله بن جاسم آل الثاني ثم ما أروعكم الشيخ علي بن عبد الله الثاني ثم الشيخ أحمد بن علي الثاني ما أروعكم الشيخ خليفة بن حمد الثاني ثم نأتي الشيخ حمد بن خليفة الثاني ثم نأتي أبطال لأمير البلاد المفدى حفظه الله الشيخ تمين بن حمد الثاني يبا إذن عدد حكام أسرة آل الثاني هم سمان حكام الشيخ محمد بن ثاني من عام ألف ثمانمائة واحد وخمسون إلى عام ألف ثمانمائة ثمانية وسبعون مولده ولد الشيخ محمد بن ثاني في فراغ وفيها نشأ وتلقى تعليمه العلمي أين ولده أحسنتم في فويرة ممتاز نشأ في فويرة يا أبطال ثم تلقى تعليمه العلمي والديني انتقل مع أسرته من إلى الدوحة بعد وفاة والده وأصبح زعيما لقبائل القطر من فويرة إلى الدوحة من فويرة إلى الدوحة وأصبح زعيما لقبائل القطر وأصبح زعيما وأصبح زعيما لقبائل القطر يا أبطال أعماله أجمعت قبائل قطر على الشيخ محمد بن ثاني كشيخ لقطر لما قام به من أعمال ومن أبرزها واحد توحيد القبائل القطرية اثنان نجح في الحصول على اعتراف بريطانيا بقطر كإمارة مستقلة يبا إذن نجح في الحصول على اعتراف بريطانيا كقطر بأنها إمارة مستقلة صفاته التباع الطيبة سرعة البديهة الزكاة حب الأدب والشياء ما اللقب الذي أطلق على الشيخ محمد بن ثاني حاكم قطر ممتاز لقب لقباء أو لقب بشيخ الدوحة عدد الصفات التي تميزت بها شخصية الشيخ محمد بن ثاني ممتاز زكي ماهر مشهور سريع البديهة الطباع الطيبة وفاته توفي الشيخ محمد بن ثاني عام 1878 وتولى حكم بعده ابنه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الشيخ جاسم بن محمد نشأته نشأ بمدينة الدوحة تلقى تعليم القرآن الكريم وعلومه تعلم أداب الفروسية مهاراته مهارة القنص ثم عمله عمل بتقارة الوؤلو التي تعلمها عن والده صفاته من صفاته الشجاع وحب العل والزكاء وصرعة البديهة والكرم وطيب الأخلاق أعماله وهم من أعماله بناء المساجد واستضافة العلماء السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية عمل الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مع والدي في تجارة ممتاز اللؤلؤ أحسنتم ثم السؤال الثاني ضع على مصحة وخطأ أمام العبارات الآتية نشأ الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في مدينة الدوحة عبارة صحيحة وأرواعكم عدد أهم صفات الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ممتاز الشقاعة حب العلم ثم نأتي للسؤال التالي من أسباب معركة الوجبة ممتاز أسر الشيخ أحمد بن محمد بن ثاني ومن معه من القبائل القطرية وكما نعلم هذه المعركة من أهم المعارك في تاريخ دولتنا الحبيبة قطر السؤال الثاني ضع على مصحة وخطأ أمام العبارات الآتية من نتائج معركة الوجبة من نتائج معركة الوجبة انتصار القطرين أو القوات القطرية على الدولة العثمانية ممتاز عبارة صحيحة السؤال الثالث أجب عما يأتي عدد نتائج معركة الوجبة ما هي نتائج معركة الوجبة كما نعلم أبطال ممتاز مصار القوات القطرية بقيادة الشيخ محمد بن ثاني ثم فك أسر الشيخ أحمد بن محمد ومن معه ثم نأتي ما نتائج معركة الوجبة للقطريين ماذا كانت ممتاز انتصار القوات القطرية فك أسر الشيخ أحمد بن محمد ومن معه وهذه المعركة عدد من أهم المعارك التي وضحت للقطريين أهمية الاتحاد والقوة وأن اليد الواحدة التي تعمل معا تكون دائما في اتحاد وازدهار وتقدم مكونات الهوية الوطنية من مقوامات الهوية الوطنية كالتالي أولا التاريخ المشترك التاريخ المشترك هو تاريخ حافل لجميع الشعوب وخاصة الشعوب الإسلامية والشعوب العربية ومنها وطن الحبيب قطر له تاريخ وماضي عاريخ مشترك مع الأمة العربية والإسلامية بينه وبين أفراد المجتمع القطري جميعا ثم نأتي للعادات والتقاليد ولكل مجتمع عاداته وتقاليده التي تميزه عن غيره من باقي المجتمعات وكذلك وطن الحبيب قطر له عاداته وتقاليده التي تميزه عن باقي المجتمعات العربية والإسلامية الدين واللغة والحمد لله وطن القطر دينه الإسلام ولغته اللغة العربية وجميع أبناء مواطنيه يشتركون في الدين واللغة والحمد لله المستقبل المشترك لجميع أبناء شعب قطر وذولتنا الحبيبة مستقبل مشترك لأنهم جميع المواطنين يعيشون ويسكنون بلادنا الحبيبة قطر فلهم نفس المستقبل والمصير وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء جديد مع أسرة الدراسات الاجتماعية مع تحياتي الأستاذ رمضان حسن عمار